وللحديث عن ذكرى انطلاق الميثاق الوطني العراقي والأمال المعقودة عليه ورؤية أعضاء الميثاق للواقع السياسي للبلاد والحلول المقترحة لها تنضم إلينا في الستوديو عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي ومسؤولة لجنة حقوق الإنسان الدكتورة فاطمة العاني حياكم الله دكتورة فاطمة حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام وشكرا على الاستضافة أهلا بك دكتورة فاطمة يعني ما الذي تحقق بعد ثلاثة أعوام على إطلاق الميثاق الوطني العراقي وإلى أي مدى كان إطلاقه حاجة ملحة في ظل الأزمة العراقية نعم يعني منذ انطلاق الميثاق الوطني العراقي قبل الثلاثة السنوات ولحد الآن حقيقة الكثير من الأمور تحققت أهمها أن الكثير من الشخصيات السياسية على الساحة العراقية خارج وداخل العراق يعني قد بدأوا يعني ينتبهوا إلى ما هي الميثاق الوطني العراقي وإلى أهداف وطروحات الميثاق الوطني العراقي وبدأوا يشعرون أنه جزء من الحل وخلاص للشعب العراقي من المحن التي يمر بها لذلك فإن الآن الميثاق الوطني العراقي بدأ يكتسب جمهور أوسع بدأ يكتسب قبول أكثر من الناس بدأ الناس يعني ينتبهوا إلى مبادئ الميثاق الوطني العراقي وبدأت هناك أيضا من يريد أيضا حتى أن ينضم إلى الميثاق الوطني العراقي نعم يعني هنا السؤال كيف استطاع الميثاق التحول من مجرد فكرة إلى منصة للعمل للقوى المناهضة للاحتلالين الأمريكي والإيراني أيضا وما ماذا حاجة العراق فعليا إلى تعزيز العمل الوطني البعيد عن المحاصصة فكرة الميثاق الوطني العراقي أصلا أنبثقت من حاجة العراق إلى الميثاق الوطني ليكون خيمة لتجمع العراقيين خاصة وأن المآسي التي يعيش فيها الآن العراق من مختلف الجوانب على مختلف الأصعدة سياسية اجتماعية اقتصادية حقوقية قضائية كلها تحتاج إلى إطار جديد تحتاج إلى اشتثاث من الجذور وتحويلها إلى اتجاه الحالي التي هي فيه إلى اتجاه وطني يحقق مصالح ومطامح الشعب العراقي وآمله في الخلاص من هذا الواقع الأليم ولذلك طبعا هي تبدأ فكرة ولكنها الآن أصبحت حاجة وحاجة ملحة خاصة وأنها تلبي رغبات وآمال الشعب العراقي في تغيير الواقع المؤلم الذي يعيشه العراق نعم أيضا ما مدى أهمية توازي عملكم السياسي والحقوقي مع الحراك الشعبي المتمثل بثورة تشرين وإلى أي مدى يعطي الأمل بإمكانية التغيير في العراق نعم بالتأكيد يعني جزء من الحالة الحقوقية البائسة في العراق هو النظام السياسي في العراق من عملية سياسية إلى دستوره الذي أوصل الحالة الحقوقية في العراق إلى هذا المستوى المنحط على جميع الأصعدة ونرى الانتهاكات التي تحصل للعراقيين وحتى للمدن وحتى في مختلف مناطق العراق كل هذا يدل على أن ما يحدث في العراق من تدهور سياسي جزء مهم الذي أدى إلى وصول إلى حالة الحقوق إلى هذا المستوى المنحط ولذلك فهو عمل متوازي العمل السياسي والحقوق هو عمل متوازي وهناك ترابط كبير وجزء كبير منه يرتبط بالحالة السياسية المتدهورة والغير مستقرة في العراق والتي أدت إلى أن تنفلت هذه الأحزاب أن تتكون هذه الميليشيات العصابات المنظمات التي تهدف إلى إرهاب العراقين وإصالهم إلى هذا المستوى كل هذا سببه الحالة السياسية على المستوى الحقوقي ما مدى خطورة ما يجري الآن في العراق؟ هل حرية التعبير والرأي مصانة في البلاد كما تعيد وتكرر وتقول السلطات هناك؟ يعني ثورة شبابنا في العراق منذ 2019 إلى حد الآن أثبتت أنها لا وجود لحق وحق وحرية التعبير في العراق شاهدنا القمع استخدام القوى المفرطة ضد الشباب الذين خرجوا يطالبون بحقوقهم بالتظاهر السلمي بالاعتصامات وشاهدنا كيف أن الميليشيات هاجم الساحات التظاهرات وارتكبت مجازر بشعة بحق الشباب دون أن تتحرك السلطات من أجل حماية أمن وأمان العراقيين وخاصة الذين يعني يريدون الحصول على حقوقهم المشروعة وهي ليست رفاهية بالنسبة لهم ولحد الآن هذا الحالة مستمرة وهذا طبعا نهج الحكومة هو ليس شيء جديد هذه التظاهرات سبقتها تظاهرات كثيرة منذ 2003 إلى حد الآن وجميعها جبهت بنفس المستوى من العنف ومن استخدام القوة واستخدام التغييب واستخدام التعذيب وزج الناشطين في السجون من أجل طبعا القمع هذه التظاهرات وقمع حرية الرأي والتعبير في العراق هذا القمع الذي شاهدناه اليوم في بغداد وفي العراق يعني عموما إلى أي مدى يؤكد أن الأحزاب والميليشيات لا تريد التغيير كما وعدت هي طبعا هم يريدون التغيير على طريقتهم الخاصة وهذه الطريقة ليست لها أي علاقة بالعراقيين ويطمحون ويأملون أن يتحقق للعراق من استقرار سياسي وأمني وتطور ونمو اقتصادي استقرار الأوضاع الاجتماعية السلم المجتمعي كل هذا لا تريده الأحزاب السياسية الأحزاب والميليشيات جميعها تطمح إلى حاجة واحدة هو الحصول على المناصب الانتفاع من المناصب استمرار هذه العملية السياسية واستمرار الدستور الحالي الذي يضمن بقاءهم في هذه المناصب واستمرارهم أيضا هم يعتاشون على هذه الحالة من عدم الاستقرار يريدون أن يلمحوا للعراقيين أنهم يريدون تغيير دستور أو الشرعارات التي يطلقونها ولكن هي في الحقيقة هي مجرد تستبدال لوجه بوجه أخرى ليست لها علاقة بآمال وطموحات العراقيين وجميعهم هم ينتمون إلى نفس الفكر نفس العقيدة التي لا تهدف إلى مصلحة العراقية هذه الشعارات برأيك باتت تنطلي على الشعب العراقي لا بالتأكيد والدليل المقاطعة الكبيرة للانتخابات التي حدثت وهذه ثاني انتخابات تحدث في العراق بهذه النسبة الكبيرة من المقاطعة ولذلك هذا يعني أن العراقين لم تعد تنطلي عليهم هذه التظاهرات وحتى ما حدث من تظاهرات ما يسمونه شارع ضد شارع يعني جميع العراقيين كانوا يعرفون أنها مجرد نزاع وتصارع على مكاسب معينة يريدون تحقيقها دون أي اهتمام بطموحات الشعب العراقي هل يمكن الوثوق دكتورة فاطمة يعني هل يمكن الوثوق بالطبقة السياسية الحالية لكتابة دستور جديد ولربما يعني إجراء انتخابات شفافة مبكرة من جديد يعني أنتم في الميثاق كيف تنظرون لهذه المحاولات أهم شرط أهم شرط إذا كان العراقيون يريدون أن يكتبوا دستور جديد أن يعني يمارسوا الحرية السياسية بصورتها الطبيعية التي تمارسها مختلف دول العالم هو أن يبتعدوا وأن لا تكون لهذه الطبقة السياسية الحالية أي دور وأي مجرد نشاط أو حتى تصريحات طبعا نحن لا ننادي يعني بالعنف ضدهم لا ولكن العراقيون قادرون على أن يعني يكونوا حكومة إنقاذ تعمل على وضع دستور جديد ولكن جميع العناصر يجب أن تكون عناصر وضنية خالصة لا تنتمي لهذه الأحزاب لا تنتمي لهذه الطبقة السياسية ليست لها علاقة إلا بمصلحة العراقيين وتطلعاتهم وفق هذه يعني وفق المعطيات على الأرض ما تفضلت به هل يبدو بعيد المنال أم هو قريب؟ ليس بعيد المنال الإرادة إرادة الشعوب دائما هي التي تنتصر مهما طال الزمن يعني العراق مر بظروف عصيبة وعصيبة أكثر من حتى هذا الذي يمر به العراقيون الآن ومع هذا استطاعوا أن ينهضوا استطاعوا أن يبنوا وطنهم استطاعوا أن يبنوا أمجادهم استطاعوا أن يطوروا الدولة العراقية ليست الحالة متوقفة على ما هو الآن إذا كانت الآن هناك عقبات وهناك تضحيات يجب أن يعني يقوم بها العراقيين ونظال مستمر فالعراقيين مستعدون لذلك من أجل تحديث يعني الحصول على الأهداف والمفتغيات التي يطمح لها كل عراقي يحب وطنه ويحب شعبه ويريد أن يعيش في العراق يعني داخل هذا الفسيفساء الجميلة للشعب العراقي بتنوعه بثقافاته بتطلعاته والعراق مشهود له بأنه شعب مسالم ليست له علاقة بأي منظمات إرهابية كل الذي جاء للعراق كان مستورد من خارج العراق وأثر على العراقين ولكن وعد طلع من مسيرة والنهوض العراق للوصول إلى الأهداف بعد الاحتلال الأمريكي العراق وكما هو معروف يعني الرجوع إلى الأحداث منذ 2003 إلى حد الآن تثبت أن جميع الذي دار في العراق ونتيجة التدخلات الخارجية ونتيجة العملاء الذين جاءوا مع الاحتلال الأمريكي والإيران يعني عودت التظاهرات بذات القوى إلى أي مدى يمكن أن تكون عاملا في إنهاء الطائفية والمحاصصة التي عمقتها العملية السياسية في البلاد بالتأكيد شبابنا أصبحوا الآن على مستوى من الوعي ومستوى من القدرات التي بإمكانهم أن يؤثروا على الواقع وأن يغيروا هذا الواقع وشاهدنا كيف أنهم صمدوا والاعتصامات استمرت لفترة طويلة لو لا أن جائحة كورونا والتغيرات التي حدثت في العالم التي حدت من هذا النشاط وجعلت الشباب يأخذون استراحة لنقول إنها استراحة من أجل استرداد القوى مرة ثانية أما هذا لا يعني أنهم تراجعوا عن أهدافهم تراجعوا عن ما يريدون أن يحققوه بل أن إرادتهم وتصميمهم يزيد مع الوقت وسوف يصلون إلى أهدافهم وسوف يحققون أهدافهم ونحن في الميثاق الوطني العراقي نؤكد على دعمنا الكامل لكل الشباب الذين يطالبون بالحصول على يعني وطن آمن مستقر مسالم يشع نور وضياء على جميع المنطقة وعلى العالم نعم في هذا السياق دكتورة فاطمة يعني كيف ستعملون في الميثاق للوصول إلى حل منشود فعلا ينقذ العراق عدة يعني لنقل عدة يعني خطوات يجب القيام بها وكل خطوة هي في اتجاه الاستمرار بالتحاور مع القوى الوطنية التي لديها نفس الاتجاه الذي جاء به الميثاق والوصول إلى يعني رؤية مشتركة تقرب وجهات النظر من أجل أن يعني يعزز الميثاق بما يضمن الوصول إلى حل أيضا إضافة إلى ذلك دعم الشعب العراقي الدعم المعنوي للشعب العراقي ومساندته من أجل أن يحقق أهدافه وهذا هو طبعا هلب المسألة لأن إرادة الشعوب هي التي تغير وليست مجرد نظريات أو مجرد شعارات ولذلك نحن في الميثاق الوطني العراقي ندعم الشباب بكل قوة ونحاول أن نقدم لهم الحلول والرؤى التي والشرح لهم ما يحدث في العراق ودون أن نترك لهم الوصول إلى حالة من عدم اليقين مما يحدث في العراق أو أي اتجاه يجب أن يسلكوا وذلك لأن كما تعرف هناك خبرات هناك أشخاص لديهم رؤى سياسية ولديهم تجارب كبيرة في مثل هذا المجال ويستطيع أن يقدم كل ما يريد له منه الشباب من نصائح ومن توجيهات تضمن عدم انحرافهم ووصولهم إلى أهدافهم بالطرق يعني لنقل بأخصر الطرف رفض التدخل الخارجي ورفض انتهاك سيادة العراق ورفض أيضا كما ذكرنا التدخل الإيراني في شؤون العراق أنتم في الميثاق كيف تنظرون إلى هذه الشعارات وهذه الدعوات من الشعب العراقي وإلى أي مدى ربما تعبر وتؤشر عن ارتفاع الوعي لدى الشعب العراقي نعم يعني معانا منه العراقيين من التدخل الإيراني الذي جاء مع التدخل الأمريكي يعني سبب مآسي كثيرة للشعب العراقي وهي حقيقة واقعة يعني هي ليست مجرد نظريات ومجرد يعني دعايات أو شعارات هي حقيقة لمسها العراقيون كيف حتى أن التعامل المزدوج حتى السيطرات الإيرانية موجودة أصبحت الآن في العراق وتتحكم يعني بحتى بالطرق في العراق كيف يمكن أن لأي مواطن يستطيع أن يعيش آمن في بلده ويرى كيف هذا التدخل كيف هذا السيطرة إضافة إلى ذلك في كل انتخابات في كل تكوين لحكومة لا بد أن نرى أن الإيرانيين يعني وفعالياتهم وتأثيرهم على مجرى هذا تكوين الحكومة إذن كيف يمكن أن نخفل هذا الجانب ونقول أنه ليس موجود لا هو موجود والسيطرة الإيرانية واضحة من خلال عملائها ومن خلال ميليشياتها والأحزاب التي كلها يعني تدين بالولاسوان علنيا أو من تحت الطاولة للمحتل الإيراني نعم إذن دكتورة فاطمة العاني عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي ومسؤولة لجنة حقوق الإنسان شكرا لك أن شرفتنا هنا فيها لستوديو شكرا لك دكتورة شكرا لك شكرا لك